خروج مخيم لمنتخب مصر بعد أداء من روجة نظري هو الأفضل خلال مباراة البطولة لكنه بالرغم من أنه كان أفضل أداء خلال أربع مباراة من البطولة ما كانش كافي يطلقا علشان تتخطى منتخب زي الكونغة الديموقراطية أكمل الاحتلال من منتخب الكونغة طبعا وكل منتخبات البطولة لكن في النهاية متخب مصر فشل مرة أخرى في الفوز بطولة قوم أفريقيا ويستمر الغياب بعد ما استمر أكثر من 14 سنة علشان يكمل معانا لمدة عامينا على القلب ولكن المعضلة الأسسية مش في الخروج نفسه برغم يكونوا كارثة حقيقية على كور مصرية ولكن الكارثة الأكبر هو أنك مش عارف من هنا للبطولة الجاية أو من هنا للرحلة الصعود لمونديال 2026 إيه هو الشكل اللي أنت متوقع أنك تشوف منتخب مصر بيه أو بمعنى أكثر وضوحا إيه هو مشروع رويا فيتوريا والتحاد الكور مصر خلينا نبدأ عطول في التكتيك وأنا ما زلت مصمم أنه في كل مباراة مخيبة على مستوى الروح والرغبة والإسرار وخلافه ما زال في جانب مهم للشرح أن الخططي والتكتيكي أنه في النهاية ما فيش مدير فني بيحترم نفسه بيحترم فرقته وبيحترم موظفته هينزل للعيبة بتاعته في قط اللبس وقبل تحضير مباريات يقول لهم النهاردة نلعب بروح وبإسرار ومعظيمة لازم يكون في خطة آن كان الخطة دي جيدة أم غير جيدة ولكن لازم يكون في خطة لازم يكون في شكل لازم يكون في حاجة إحنا بنحاول نعملها اتخب مصر النهاردة في غياب إمام عشور في غياب محمد صلاح كان بدأ بشكل أحمد سيد زيزو على الطرف اليمين كجناح وبدأ بسلسية وسط ملعب حمد النني ومروان عطية وحمدي فتحي آن كان شكلهم آن كان ترتبهم ولكن الواضح من أول دي شفت فيها التشكيلة أنه منتخب مصر كان هيكون عنده مشكلة في عملية الخروب الكرة ولأننا طول عمرنا بنأكد أن الأسماء لوحدها مش كفاية علشان تقدر تقرر شكل المنتخب أو شكل الفري انت راح تشوفه أو راح تتفرج عليه الشكل اللي في الملعب هو الحاجة الوحيدة اللي محتاجت قرارها بالتاني بعد ما منتخب مصر بدأ بتشكيلة من سلسية وسط ملعب تقريبا ما فيهمش واحد كرياتور أو صنع لعب بالمعنى اللي احنا نعرفه لكن النهار ده منتخب مصر كان عنده أفضل فكرة في عملية الخروب الكرة وهو ده الحاجة اللي تستحق الشرح عن كل المورات اللي احنا شرحنا فيها بشكل منتخب مصر منتخب مصر كان عنده فكرة واضحة جدا في مواجهة خط الضغط أو خطة الضغط بتاعت منتخب الكنغو الديمقراطية كالعادة منتخب مصر يحضر باربعة ثلاثة ثلاثة في خروج للأزيرة في ظهر الأجنحة بتاعت منتخب الكنغو وفي محاولة لمحمد النيني ومروان العطية في الوجود أمام مهاجمي منتخب الكنغو الديمقراطية علشان يسيب مساحة لأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم في عملية التمدرب بالكورة وعملية العصور على مكان فاضي الشكل اللي احنا لاحزناه في معظم الشاط الأول واللي كان نجح بالنسبة كبيرة جدا هو تواجد حملي فتحي على جانب من الجنبين تحديدا كان في معظم الوقت على جانب الأيصر مع مشاركة فتوح ومشاركة محمود حسن ترزيجي علشان نخلق زيادة على ديعة على الطرف الشمال ليه الفكرة المرة دي كانت أنجح من معظم المنعمرات اللي فاتت لأنه أولا كان واضح جدا المرانة عطية محمد النني ببساطة عارفين هم محتاجين يعملوا ايه عكس كل المرات اللي فاتت اللي كان منتخب مصر فيها بينزل ومعظم الملعبة مش عارفها في الدور الأساسي وبالتالي كنا شايفين المباراة دي أفضل مباراة تقريبا لأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم في عملية الاستحواز على الكورة وطبعا زاد عليها مباراة جيادة جدا من أحمد حجازي بدون كورة ولكن أثناء الاستحواز محمد عبد المنعم أبو أحمد حجازي قدمه مباراة جيادة جدا محمد النني قدم مباراة ترتقي لجيادة جدا فعملت التواجد في المكان المزبوط في الوقت المزبوط إما قدام خط الضغط الأول لمنتخب الكنغو أو في ظهر الخط الضغط الأول وترك مساحة استحواز لمران عطية في المنطقة دي أو التعاون بين كل من هما عن طريق أن هما بينزلوا قدام أجنحة منتخب الكنغو علشان يسحبوهم معاهم ويفضي مساحة لدخول الظهير في قلب الملعب علشان نخلق كمان زيادة عددية كل الأفكار اللي حاولي ننفذها منتخب مصر النهاردة كانت أفكار جيدة ساعدتنا في عملية الخروج بالقرى على الألف شط الأول لكن لأننا بخطط مش محكمة بشكل كافي وأننا دايماً بنشوف في الخمسة واربعين ديئة تانية بالتحديد من المنشاط بتاعتنا في أم أفراكيا 2023 عشوائية من قطعة النظير عشوائية بتعجب الجمهور في وقفة بدرجة أو بأخرى عشان بيحسوا فيها أن اللعبة بتبزي القسارجة دها عشان تكسب المباراة ولكن بتبزي القسارجة دها في وقت ما فيهوش أي أفكار تكتيكية ما فيهوش أي محاولات من المنتخب المصري أو من جهاز الفني لعملية السيطرة على الملعب طبعاً احنا اتفاجئنا بالهدف بلقطة سازجة جداً ما ينفعش توصف بأقل من سازجة ولكن بعد الهدف منتخب مصر ما حاولش يوجد أي حلول علشان يوصل للتالت الأخير غير الفكرة اللي احنا قلناها دي المشكلة الأسئية اللي وجدت منتخب مصر طول المبارات البطولة ولكنها تعزمت جداً النهاردة بعد ما وجدنا فكرة إلى حد ما جيدة في عملية اختراق خط الضغط الأول والتاني ولوصول للتالت الأخير إن منتخب مصر تقريباً ما عندوش ولا فكرة في عملية اختراق التالت الأخير لمنتخب كنغو ولا حتى أي منتخب باللي احنا وجهناهم على رغم من وجود مشاكل كبيرة عندهم في عملية الدفاع كل المنتخبات اللي وجهناها كان بتجد سهولة في التعامل مع لعبي خطد الهجوم في منتخب مصر علشان أفكارهم كلها كانت رتيبة اللهم إلا اللحظات اللي كان بتجلى فيها مصطفى محمد أو مرموش أو ترزيجي أو زيزو أو مصطفى فاتحي آن كان مسمهم لكن اللحظات تجلى ضغيلة جداً ما ترتقيش لمرحلة خطة نجحة بدون الكورة منتخب مصر كان عنده تقريباً أفكار متشابهة مرة تانية بوجوده بشكل أربعة أربعة أثنين علشان يحاول يحافظ على عمق وسط الملعب عن طريق وجود محمد النيني بيدغط على اللعب الارتكاز الأقرب من منتخب الكنغو ووجود الأجناحة بتاعتنا أقرب لأظهرة منتخب الكنغو علشان تبدأ عملية الضغط ببشارة وقت الاستحواز لكن اللي كان بيساعدنا في أن منتخب مصر يتفادى اللي اختراقات من العمق أكتر في عبارات النهاردة ألا وهو أن محمد النيني كان سريع في الارتداد في وسط الملعب علشان تتحول الخطة من أربعة أربعة أثنين لأربعة خمسة واحد سريعاً عمق الملعب النهاردة كانت أفضل كتير من المرات كتيرة حتى الخطورة بتاعت منتخب الكنغو على الأطراف ما كانتش بنفس الكسافة لأن منتخب مصر كان محضر أفكار لمواجهة خروج الأزهارة عند منتخب الكنغو رجوع أجناحة الطرف لأنه ببساطة كل اللاعبين الملعب بلا أدنى استثناء كان عليهم أدوار دفعية في الضغط والرقابة وتتبع حركة الخصم ما بنقولش أبداً أن منتخب مصر قدم مباراة مسائلية ولكن بنقول أنه قدم على الأقل مباراة ارتقي لمقمولة علشان كان فيه أفكار واضحة لمواجهة أفكار منتخب الكنغو أو أفكار واضحة لاختراق دفع منتخب الكنغو لكن المشكلة كانت دائماً بتتعزن في منتخب مصر في أنه المبادئ اللي اللعبة المفروض ترتكز عليها في مواجهة مواقف اللعب المختلفة كانت دائماً بتكون غايبة وده بيرجعنا للسؤال الأهم هل هي مشكلة مدير فني فقط ولا مشكلة مماشا فقط إحنا كل فترة بنسمع إجابة مختلفة لأنه مماشا هي السبب فترة كيروش مثلاً ثم نسمع إجابة دلوقتي مختلفة تماماً أنه مماشا كويسة ولكن المدير فني غير جاهز والإجابة الأوضح بالنسبة لي أن المشكلة في الناحيتين نقص واضح جداً في المواهم وافتقار شديد جداً للأفكار التكتكية في المطلق منتخب مصر ما قدمش مباراة سيئة بمقاراتها من الثلاث مباراة اللي قبل كده كنا أحسن كتير من الثلاث مباراة اللي في دور المجموعات لكن في النهاية ما كناش نستاهل للصعود لدور التمانية في البطولة لأنه في النهاية احنا ما قدمناش ما نتمناه أو ما يجب أن يقدم المنتخب مصر في البطولة بهذا الشكل كل اللي بنحاول نفكر فيه الفترة الجاية أنه إزاي المنتخب مصر هيجهز نفسه للبطولات اللي جاية أو هيكون بالفعل عنده مشروع جيد إجابة السؤال ده للأسف مش عند أي حد من المتابعين ولا الإعلاميين إجابة السؤال ده وقفة عند اتحاد الكورة اللي نتمنى أن يكون عنده إجابة سريعة جدا قبل ما مشروع جديد أو جيل جديد ينتهي لمنتخب مصر شافكم في الطولة جاية وفي أراضي نظم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر